حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عبيد الله بن أبي يزيدة أن عبد الرحمن بن طارق بن علقمة أخبره عن أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكانا من داري على نسبه عبيد الله استقبل البيت فدعا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج أخبرني عبيد الله بن أبي يزيدة قال إن عبد الرحمن بن طارق بن علقمة أخبره عن أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكانا في داري على نسبه عبيد الله استقبل البيت فدعا حدثنا أحمد بن الحجاج حدثنا عبد الله وعلي بن إسحاق أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا أخبرنا ابن جريج أخبرني عبيد الله بن أبي يزيدة أن عبد الرحمن بن طارق بن علقمة أخبره عن أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكانا من داري على نسبه عبيد الله استقبل البيت فدعا قال وكنت أنا وعبد الله بن كثير إذا جئنا ذلك الموضع استقبل البيت فدعا أخبرنا 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 أ